ما أضعفك أيها الإنسان هل تستطيع أن تتحمل عقاب الله فإذا وقعت في الذنب بعد الذنب فاطلب من ربك العفو فإنه سبحانه هو العفو والعفو هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه وترك مجازات المسيء فالعافي عن الذنب يمحوه بصفحه عنه والعفو هو الواضع عن عباده تبعات خطاياهم وآثامهم فلا يستوفيها منهم قال تعالى إن الله كان عفوا غفورا أي إن الله لم يزل عفوا عن ذنوب عباده بتركه العقوبة على كثير منها ما لم يشركوا به والعفو هو الذي له العفو الشامل الذي وسع ما يصدر من عباده من الذنوب ولا سيما إذا أتوا بما يوجب العفو عنهم من الاستغفار والتوبة والإيمان والأعمال الصالحة فهو سبحانه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وهو عفو يحب العفو ومن كمال عفوه أن العبد مهما أسرف على نفسه ثم تاب إليه غفر له جميع جرمه كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فلولا عفو الله عنا لأهلكتنا ذنوبنا في الدنيا والآخرة قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فمن علم أن الله هو العفو فليسأله العفو وفي الدعاء النبوي المأثور اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ومن علم أن الله هو العفو فليفر إليه فإنه لا ملجأ من الله إلا إليه قال تعالى فثروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ومن أحب أن يعفو الله عنه فليعفو عمن أخطأ في حقه قال النبي صلى الله عليه وسلم صل من قطعك وأعط من حرمك واعفو عمن ظلمك ومن علم أن الله هو العفو فليأخذ بالأسباب التي تقربه من عفو الله كالتوبة والاستغفار وعمل الصالحات قال تعالى وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين